موسيقى حياك الله أستاذ يسين شكراً بارك الله فيكم نستأنف من حيث توقفنا في المراجعة السابقة وصلنا تقريباً إلى عام 1985 وهي السنة التي أنهيت فيها الدراسة في مدرسة الأئمة والخطباء ثم توجهت إلى الجامعة في أنقرة للدراسة واخترت دراسة علم الاجتماع ما الذي دفعك إلى دراسة علم الاجتماع؟ الدراسة علم الاجتماع أتى من الكتب التي كنت أقرأها وأدرسها في مدرسة السنوية السنوية قصد المدرسة الأئمة والخطباء كنا نقرأ كل الكتب كانوا يشيروا إلى أهمية علوم الاجتماع لأن مجتمعنا يحتاج للتغيير كنت قرأت على سبيل المثال كتاب من جودة السعيد السوري جودة السعيد كان يقول الله لا يغير السورة الرعد 11 يقول أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني التغيير كيف يحصل التغيير وعلينا أن نغير وكنا نقرأ كتب من علي شريعاتي الإيراني وكان جدا له دور كبير في تلك الفترة هو توفى قبل ثورة الإيران ولكن لكن كانت كتبه لها دور فيها كان كأنه يمثل أكثر فكرة الإيرانية في تركيا من البقية من الأخرى يعني من آيات الله الخميني ومن الأخرى كان فيه طبعا كان سمعة جيدة عن إيران أنزق ما كنا نتفكر هم يمثلوا التشيع وكذا وكذا ولكن كان خابة الأمل عندما كانت صامتة عن المسجرة والقتل في مدينة حما في 1982 عندما شعرنا أول كان فيه في البداية هذا السنة الذي كنت في مدرسة الأمة والخطبة كل جيلنا كل جيل الذي كان تربى في هذا الوقت كان يتأثر من ثورة الإيران ومن الجهاد في الأفغانستان وكنا طبعا نسمع كل يعني أذننا كانوا فات مفتوح لكل ما في الأمة يعني قضايا الأمة كنا جدا فيما يجري في كل البلدان العرب الإسلام وعني ثورة الإيرانية كانت في ذلك الوقت محط اهتمام جميع المسلمين نعم لأنها كان ينظر إليها على أنها ثورة ضد طاغية ضد الطاغية ضد أمريكا وضد الاستعمار وضد كل كان يقول لا شرقية لا غربية طائفية لم يكن لها وجود في ذلك نعم ما كان فيه وجود للطائفية أحسنت وكتب علي شريعاتي ما زال حتى نهاية الآن لهم تأثير على الشباب التركي كثير يعني الثقافة الإسلامية التركية كانت تأثرت كثير في تلك الوقت وحتى نهاية الآن كتب علي شريعاتي كلهم مترجم إلى اللغة التركية الآن ويقرأوا وكان معهم كتب سيد قطب سيد قطب كان له الفيزلال القرآن والمعالم في الطريقة كلهم كانوا تترجم إلى التركية الفكر الإسلام خصائصها وأساسها كلهم كانوا ترجموا وهذا كنا نقرأ كل الكتب من حسن البناء من حسن الندوي حسن الندوي كان له كتاب ماذا خسرت العالم هذا خسرت العالم بانحطات المسلمين بانحطات المسلمين هذا كان من ناحية تاريخية كان يعمل نوع من علوم الاجتماع هذا كان من الكتب الذي يمكن أن يوصف بأنه من الأكثر مبيعا نعم وفي تركيا نفس الشيء وعندما طبعا لاحظت هذا الكتب كان له اهتمام كثير في دعوة الإسلام الحمد لله منذ البداية نضميت إلى حركة الإسلامية بطريقة بالتفكير وفتحت مكاتب في سيرت كنا لم نجد كتب في سيرت مكتبة نبيع فيها الكتب نبيع فيها لا أكثر من نبيع نؤمن نوفر الكتب نؤمن الكتب لأنفسنا هذا وأنت طالب وأنا كنت طالب نعم هذا كان كنا أصحابنا كنا كان لنا بيئة من نفس التيار وأردنا أن نصل إلى الكتب كان صعب في سيرت أن نصل إلى الكتب في تلك الوقت يعني ما كان في سيرت كان بلدة صغيرة يعني ما كان يوجد فيها كتب وفتحنا مكتبة عشان نؤمن يعني نستورد الكتب من المدن الكبرى من إسطنبول من أنقرة وكان يأتينا إلى الكتب وكنا نوزعها بين الأصحاب ونقرأها تأثرنا كثير من فكرة العلوم الاجتماع وعندما أنا أردت أن أذهب إلى الجامعة من قبل سنة أو ثلاث سنوات يعني بدأت الاتجاه كان إلى علوم الاجتماع يعني إلى قسم الاجتماع واخترت في الامتحانات علوم الاجتماع أحسن قسم في علوم الاجتماع في تركيا كان في جامعة الشرق الأوسط الذي كانت تدرس باللغة الإنجليزية في أنقرة فانتقلت إلى أنقرة للدراسة هناك نعم والدراسة كانت باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية نعم هل كنت تتقن الإنجليزية أم تعلمتها عندما دعب؟ تعلمتها طبعا كنت في الثانوية بقدر ما كنت تعلمت وبعد طبعا تعلمنا بطلقة وهناك بعد خمس سنوات أول سنة استعداد للتعليم اللغة الإنجليزية طبعا في مدرسة في جامعة الشرق الأوسط وهناك تعلمنا طبعا الجامعة كانت عندما جيت إلى الجامعة الجامعة هي كانت مشهورة بالفكرة اليسارية هي يسارية وعلمانية شديدة لماذا؟ هل لأن المدرسين فيها كانوا من اليساريين؟ معزمهم كانوا من اليساريين ومن قبل الثمانينات الذي قلت كانت فوضى كل الجامعات والمدن كانوا انقسموا بين اليساريين والقوميين نعم واليمينيين أقول والجامعة الشرق الأوسط كانت محسوبة على اليسار وكل الرجال المدرسين والطلاب معزمهم ما عمل لك مشاكل هذا ما عمل لك صعوبة معلنا شوية صعوبة طبعا أول الناس عندما جيتوا للمدرسة بدأنا في الصف يعني إيجابية العلم اجتماع في الجامعة كان لها إيجابية يعني الناس كانوا حر يعني يناقشوا عن الأفكار كثير كل الأفكار ولكن رأيت ولاحظت كانوا جدا اليساريون في تركيا كانوا جهلاء عن الإسلام وهذا عطتني فرصة في الدراسات عندما كانوا يتحدثوا عن الإسلام الإسلام كان له دور في المجتمع وهم جاهلون عن هذا وأنا كنت أعلمهم كنت أبلغهم بأن الإسلام ليس كما تعلموا وكما لا تعلموا وهو كنت كان لي فرصة في كل النقاط في المناقشات يعني أعطيهم الدليل أكثر وأحسن من ما كانوا يعلموا وهذا تميزته في الصف يعني في القسم وما كان في كل الصف كان ثلاثين شخص أو خمسة وثلاثين ربما أربعين كما تذكر أربعين شخص بين أربعين شخص كنت أنا وكانت صديق لي ثاني الذي كان متدين والبقية كلهم كانوا من العلمانيين ومن اليساريين هل هي جامعة أجنبية أمريكية مثلا أم هي جامعة تركية محلية هي تركية يعني مية بالمية تركية ولكن أسست بأسلوب وطريقة أمريكية وكانوا في البداية الأمريكيون يعني خدموا لتأسيس هذا كان لهم دور في تأسيس كان لهم دور وتركيا أخذت منهم هذه الفكرة ويعني نقلت هذه الفكرة لتأسيس وهي كانت أحسن جامعة وما زالت هي من جامعات الحكومية هي تعتبر أحسن هل الغرض منها من أن يكون التدريس فيها باللغة الإنجليزية هو إرسال الطلبة فيما بعد إلى الخارج ليدرسوا؟ نعم نعم يعني أن تكون جامعة دولية ويعني الخارجين يكون لهم سهلاً يذهبوا إلى الارتباط مع الجامعة جامعة الدولية يكون أسهل الجامعة الغربية الجامعة الغربية يكون أسهل وتحتيهم صلاة بين الجامعات هذه فكرة الجامعة على كل حال لا بد أن تكون طريق قناة للاتصال للجامعات العالمية إذن أنت مكثت في هذه الجامعة خمسة أعوام نعم سنة تعلم لغة وأربع سنوات لنلت فيها الباكالوريوس نعم للباكالوريوس ولكن بعد الباكالوريوس أنا واصلت في نفس الجامعة في نفس القسم الماجستر أيوة ومن الماجستر إلى الدكتورة في نفس الجامعة كل الدراسة كانت في نفس الجامعة نعم هذا لا يعتبر شيء جيد ولكن أنا اخترت أن أكون بعد تزوجته كنت طالب في التسعين بعدما تزوجته تجنبته من أنزب إلى جامعة أخرى في الخارج وبقيته في نفس المكان وكانوا في الحقيقة كانوا بثل المدرسين كانوا يحبوني يعجبوني وكانوا يريدوا أن يعملوا معي في الماجستر في الماجستر كانوا كانوا المدرسين يختاروا أن يعملوا معي لأن تلك الوقت في اللاسيمة في منتصف في نصف الثانية في السمانينات بعد الخمسة وثمانين بين الـ 85 والـ 90 وبعد الـ 90 بين الـ 90 والـ 95 أو الـ 2000 الحركات الإسلامية في تركيا كانت بدأت أن تنتشر كثير وكان فيه نمو وكان فيه إحياء نهضة في حركات الإسلامية والناس طبعاً الحركات اليساريين والعلمانيين والعلوم الاجتماع كان غريب عنهم يعني كانوا بعيدين عن هذا الفكرة يعني للأسف في تركيا المثقفين كانوا بعيدين عن فكرة الإسلام ولسيما في علوم الاجتماع الناس كانوا شيء كأن يحصل شيء عجيب في بلدة بعيدة لا علاقة لها بثقافة البلد لا علاقة لها بثقافة البلد شيء من هو المسلمون كل الناس اللي الآن 99% شعب التركي هو مسلم وفي حياة العادي في الشوارع وفي القرى وفي المساكن كل الناس متدينين يروا الناس كلهم صائمين في الرمضان وكلهم يصلوا صلاة الجمعة وكل شيء يعني الدين دين الإسلام ماذا له تأثير كبير ولكن الأجيال التي كانوا تربوا في الجامعات والمثقفين النخب كانوا بعيدين عن الإسلام كأنهم في معزل تام عن حياة الناس بالضبط يعني كانوا في معزل تام عن حياة الناس وكان من العار على الناس أن يهتموا بالدين بالإسلام الإسلام هو شيء من هو خرافة يعني ربما بالمقابل هذا الموقف من علم الاجتماع أو المعاهد التي كانت تدرس علم الاجتماع هو الذي جعل الإسلاميين في ذلك الوقت أيضا ينأون بأنفسهم عن علم الاجتماع يعني كان قلة من الإسلاميين يدخلون لدراسة علوم الاجتماع بالضبط لأنه كان في جفوة جفوة وكان الناس يظنوا الإسلاميون يقولوا كلهم يساريون وكلهم بعيدين شيوعيون بعيدين عن الإسلام علمانيون من الشدود لا بد أن تكون بعيد عنهم ولكن أنا كنت أتفكر لا بد أن نأخذ هذا العلم في علوم الاجتماع لا بد أن نأخذ هذا ندرس يعني بالأقل هو فرض كفاية فرض كفاية للمسلمين أن يتعلموا كل العلوم ليس على المسلمين كلهم أن يكونوا علماء الاجتماع ليس على المسلمين كلهم أن يكونوا علماء النفس ليس على المسلمين أن يكونوا كلهم أطباء ولكن لا بد أن قسم جزء من المسلمين جزء من المتديني أن يكونوا مختصين في بعض العلوم وهذا كان أنا ضحيت نفسي لأن أكون في هذا المجال ولكن هذا كان جرأة كبيرة أنت الذي ساعدك أنك أصلاً تحب هذا الموضوع والإنسان إذا كان راغباً في موضوع الدراسة يعني يتفوق فيها ولا يصعب عليه بالضبط كنت أحب هذا الموضوع وكنت طبعاً كما قلت لك قرأنا دروس الكتب من علي الشريعاتي وسيد قتوب وحسن الندوي هذا كان لهم تأثير علينا كثير لمحبة علوم الاجتماع هل كنت في نفس الوقت ناشطاً في حزب الرفاه؟ لا، ما كنت الحزب الرفاه كان أسسة من جديد أسسة ولكن منعة من أن يدخل الانتخابات وليس كنت ناشط ناشط في اتحاد الطلبة؟ اتحاد الطلبة كلهم كان مغلق ومنع أيضاً كنا بدون أي ارتباط بأي حركة كنا مثقفين حرف أحرار، كنا أحرار هذا في كل الثمانين من الخمسة وثمانين وطالع يعني في الجامعة، طوال الجامعة لم يكن هناك إطار يجمعكم كان في بيئات أو بيئات بدون أي تنظيم ولكن بدأ الحركات الحزب الرفاه بدأت طبعاً في الثمانينات في الخمسة وثمانين بدأت التحرك وكنا مرتبطين طبعاً من هذا الحزب ولكن ما كنا أعضاء في الحزب وكنا متعاطفين مع الحزب ولكن كنا ننتقدهم وكنا يعني كنا شوي بمسافة معهم ولكن يعني كنا متعاطفين معهم ولكن ما كان يفوز في الانتخابات كان بعيد من أن يأتي إلى السلطة يأتي على سبيل المسألة في 87 دخل أول انتخابة أول انتخاب أخذ 6% 6% فقط وما فعز في الانتخابات وما جاوز النسبة التي كانت مطلوبة النسبة المطلوبة للدخول للبرلمان كان 10% وبقى بعيد عن البرلمان وما كان له تأثير كبير ولكن طبعاً كان نجمة أربقان ونجمة أربقان حتى 87 كان ممنوع من السياسة بسبب الانقلاب يعني ليس أربقان فقط كل الرجال الأحزاب أو قيادات الأحزاب الأخرى معهم نجمة أربقان سليمان داميرال سليمان داميرال الذي كان رئيس الجمهورية التركية وكان رئيس حزب العدالة والبرسان تركيش الذي كان رئيس حزب الحركة القومية كلهم كانوا ممنوعين من السياسة لكن طبعاً فيما بعد حزب الرفاه انطلق انطلق طبعاً الحزب الرفاه أسس من قبلهم حزب الحركة القومية أسس من قبلهم بعد يعني سامحوا لهم الفتح بأسماء أخرى ليس حزب الرفاه ما كان حزب السلامة على سبيل المثال غير اسمه صار حزب الرفاه ولكن في حزب الرفاه كان له حركات شبابية كنا في نفس الجامعة كان في بيئات يعني ولكن ما كان تنظيمات ما كان يوجد تنظيم أقرأهم وأنتقدهم كنت أقرأ على سبيل المثال علي الشريعات وانتقد علي الشريعات نتأثر منه ولكن كنا حر أن ننتقده كنا نقرأ سيد قتب ولكن ننتقد سيد قتب على سبيل المثال نحن ما تابعنا كل الكلام من سيد قتب وكل شيء كنا أقول أنا أخطأ في هذا النقاط وأصاب ربما أصاب في هذا النقاط يعني كانت قراءاتكم قراءات نقدية نقدية لما يأتيكم لا أقول نقدية فقط يعني كنا نتأثر طبعا على كل حال نتأثر هذا الحال استمر إلى متى؟ إلى مطلع التسعينيات؟ إلى مطلع التسعينيات وطبعا الحركات الإسلامية بدأوا ينتشروا كان في بعض المجلات الناس بدأوا يجتمعوا حول بعض المجلات كان في على سبيل المثال مجلة جريشيم مجلة إسلام إسلام الذي كانت تابعة لزاهد قطقو طلاب زاهد قطقو طبعا أنا كنت تابعوا من الغريب لم تكن جزءا منهم؟ أبدا ما كنت جزء من أي مجلة ولكن كان في تلك المجلات كانوا يؤثروا على الشباب والحركة الرفاق طبعا كانت تؤثر كانت بدأ تربي الشباب من لي قرش يعني الشباب من لي قرش من لي كانت لك وقفه وقف الشباب الوطني يعني هذا أشبه ما يكون بالجناح الشبابي مثلا في الحزب؟ نعم طبعا بالضب بالذات يعني الشباب الجنابي كان أقوى وأكثر مؤثر من الحزب بالذات يعني طبعا لأن الشباب كانوا ناشطين وكان لهم تنظيم جديد وجيد ما شاء الله وطبعا كانوا بعيدين عن العنف بعيدين كانوا سلميين يعني وما زالوا سلميين في تركيا حركات الإسلامية دائما سلميون يعني نشأ بعض الحركات التي شبه بعض الحركات الإرهابية في بعض الفترات في شرق تركيا لا سيما كانهم علاقة شوية مع العنف بسبب الذي كانوا يعيشوا مع البيكاكا الإرهابية وكانوا يهاجموا بعضهم بعض يعني هم كرد فعل على البيكاكا؟ رد فعل على البيكاكا ولكن من دونهم الحركات الإسلامية في تركيا دائما كانوا سلميين يعني لا أحد يستخدم أي سلاح وكانوا ضد السلاح في تركيا يعني الحركات الإسلامية يعني كانت تلك الفترة أنا أذكر أنا أول مرة جئت تركيا في 1992 أذكر كانت فترة أيضا توتر نوعا ما يعني كان النظام السياسي في ذلك الوقت يتوجس خيفة من هذا الحراك الإسلامي الذي كان ينشط وينتشر نعم يعني هذا كانت الحساسية العلمانية العلمانية كان يقول من هم الحزب الرفاع ماذا يطلبوه؟ هل يطلبوه يطبقوا الشريعة في تركيا ويضغطوا على الناس ويأمروهم بيغيروا حياتهم بالجبر جبرا وكانوا يخيفوا الناس لأن كان لهم دور وكان فيه احتمال كبيرا يفوزوا في الانتخابات وهذا كان يخيف البعض عشان من بدل أن ينتقدوهم بطريقة سلمية وبطريقة أقلانية كانوا يحردوا الجيش أو يحردوا العلمانيين عشان يقاوموهم بطريقة غير دموقراتية الانتخابات هناك الناس شعب حر يعني دعهم يعني ينتخبوا ما يريدوا يعني ولكن العلمانيين كانوا يخيفوا كانوا يخافوا ويخيفوا وكانت وسائل الإعلام كلها تقريبا تحرض على الإسلاميين نعم يعني أنا أذكر جئت في أحد المرات برضو ربما بـ 92 كنت مدعوا على مهرجان للانتفاضة ونظمه المنظمون نظموه في ملعب لكرة السلة هنا في إسطنبول لا أذكر طبعا المنطقة ودعا الإعلام وسائل الإعلام ادعت أنه مؤتمر للإرهابيين حتى أنا اعتبروني إرهابي في أنقرة لا لا هنا في إسطنبول هنا في إسطنبول وكان هو مجرد مهرجان شعبي دعم للانتفاضة الفلسطينية لأن الانتفاضة الفلسطينية بدأت في 87 وهذا كان في 92 نعم فأنا شعرت كيف أنه الإعلام وسائل الإعلام كلها تقريبا متوحدة ضد هذه الظاهرة الإسلامية نعم صحيح التي يخشى منها العلمانيون نعم يعني الشعب كان دائما متعاطف مع قضية فلسطين ولكن الحزب الرفاح وحزب المشاعر التي كانت ترفعها حزب الرفاح الشعارات الشعارات يعني كانوا يخيفوا الناس وكانوا الناس بعيدين عن هذه الفكرة لأن الأجيال التي تطوروا وتربوا في عهد العلمانية في عهد الجمهورية يعني كلهم كان لهم حساسيات حساسيات ضد كان يقول نحن مسلمون ولكن هذا الشعارات هم شعارات قطير يبعدون عن العلمانية يبعدون عن المبادئ الجمهورية عن المبادئ الحداثة كذا وكذا كان التخويف كان شيء من الإعلام ولا سيما طبعا الحساسية ضد الحماس أو ضد الفلسطين ضد الانتفاضة كانت حساسية إسرائيلية وكان الإسرائيليون أو الإسرائيل كان لها تأثير كثير وكبير في الإعلام التركي وهذا التأثير عندما كان يبدأ يتحرك في الإعلام لما كان حد يستطيع أن يقاومه يعني يخافون الناس يخافون يخيفوا الناس يعني أنا طبعا كانوا يخافوا لا أقول لهم لا يخافوا من يخاف ومن يخيف أنا أركز على يخاف أكثر من الخوف يعني يخيفوا الناس ويستخدموا هذا الخوف للسلطة يعني لاستمرار سلطاتهم يعني وصحيح يعني في التسعينات في البداية التسعينات الذي كان الانتشار حزب الرفاح كان ينزر أو يبشر المؤمنين بأن كان يأتي وفي 1994 فاز رجب طيب أردوغام في الانتخابات بلدية في انتخابات البلدية نعم وفي الانتخابات البلدية أنا كنت أرجع إلى الموضوع للماء الاجتماع كانوا بعيدين عن قضية الإسلام كان شيء جديد في تركيا جدا يعني وكانوا يريدوا أن يؤولوه ويعملوا تعليق عنه إضاحات يريدوا أن يأتوا بإضاحات لهذا الشيء ولكن كانوا بعيدين عن هذه الثقافة ما كان حتى يعلم عربي ما كان حتى يعلم الإسلام لو كنت تسأله ماذا هو شروط الإسلام كان غريب عن هذا السؤال يعني هو يرى ظاهرة يعتبرها غريبة يريد أن يفهمها ولا يجد وسائل التحليل والأدوات لها تماما كان بعيد عنها ولهذا كان هذا يعطتنا فرصة أن نكون تميزنا في هذا العهد نحن كنا عالمين للعلوم الاجتماع وللإسلام سويا هذا ساعدكم على البروز نعم أنا كتبت مثلا رسالتي في الماجستر كانت عن دراسات الإسلامية أو تحويل المعرفة الإسلامية إلى أكاديمية إلى أكاديمية نعم إلى دراسة أكاديمية وتاريخ تأسيس كلية الإلهيات في أنقرة هذا في الماجستر؟ هذا في الماجستر نعم وفي الثاني وكان فيه طبعا بعض المناقشات عن الإسلام الحداثة أو من فضل الرحمن ومن حسن الحنفي من المصر من الباكستان الفضل الرحمن الذي كانوا يتحدثوا عن كلمة الإسلام الحديث الإسلام الحداثي الحداثي نعم الإسلاميك مودرنزم وهذا يعني ناقشت عن هذا وهؤلاء كانت أفكارهم لها متعاطفون هنا في تركيا؟ طبعا ما زال في متعاطفون مع الكل يعني في تركيا يا ما شاء الله هي منبتة وهي سوق للأفكار سوق لكل الأفكار لأن تجد كل الأفكار في تركيا وفي من يتابع كل الأفكار في من يتأثر من فضل الرحمن من حسن الحنفي من ناصر حميد أبو زيت نناقشهم كلهم يعني قرأنا كل الكتب نحن لكن هؤلاء هذه المدرسة المدرسة سموها الحداثية كانت تجد نوعا من القبول لدى العلمانيين لأنها منتصف الطريق بالضبط يعني كانوا يرغبوا في هذا الأفكار على سبيل المثال عندما كانوا يخافوا من هذا الإسلام الرفاح إربقان ومن الإسلاميون كانوا يرغبوا يجدوا شيء يعني صوت غريب أو صوت يعني صوت إيجابي عندهم بالنسبة لهم بالنسبة لهم يبعثوا على الطمأنينة نعم ونحن كنا نقول نعم فضل الرحمن هو جاجل جيد يعني ما كان يتحدث فضل الرحمن كان يقول يعني الإسلام فكرة الإسلام لها ليست أو الوحي أو الشريعة الذي العقوبات في الشريعة الحدود في الشريعة ليس بالضروري أن يكونوا نفس الحدود كما كانوا في أحد الرسول عليه السلام أن تقطع اليات وتقطع الرأس ومن يسرق تقطع إده يعني هذه المحاولة هي مدرسة تحاول أن تعمل نوع من الصلح مع العلمانية نعم طريقة بخير لكن خلينا نتكلم بالتفصيل بعد أن نأخذ فاصل قصير كنا نتكلم قبل الفاصل عن المدرسة الحداثية التي كانت تحاول أن تفرز إسلاما مقبولا لدى العلمانيين الذين كانوا يرفضون التفسير التقليدي للإسلام طبعا هذا أيضا لاقى قبولا في بعض المناطق العربية إلى حين ولكن ما لبث الناس أن تجاوزوه لأن الإسلام هو الإسلام يعني لا يمكن لأحد أن يأتي ولو بعد عشرة قرون ولا عشرين قرن ولا ثلاثين قرن وينزع من الإسلام ما هو جزء أصيل منه أو يفسر الإسلام تفسيرا يتناقض مع أصوله لكن على الأقل وجود مثل هذه الأفكار يشجع الناس على الإبداع يعني هو يتحدى فينا يتحدى فينا أن نرد على ما يثار من قضايا وأظن أنه حصل يعني في تركيا كما في مصر كما في غيرها من بلاد العالم الإسلامي حصلت ردود كثيرة عليهم نعم يعني في طبعا كنا نتابعنا على كل الأفكار ولكن هذا التنوع في التفكير الإسلام كان يريح بعض العلمانيين وكانوا يفجئهم كانوا يروا تبشير لهم بأن الإسلاميون ليسوا موحدون ليسوا شيئا واحد ليسوا شيئا واحد في من يعني يعني كانوا يخافوا من الوحدة الإسلاميون كلهم لو يتوحدوا ويقتلوهم أو ينقضوا عليهم يقولها في من يتفكير يعني من يفكر في طريقة مختلفة عن العام وكان يعجبهم طبعا وكان يعجب بعضهم ويخيف بعضهم كل الأفكار كانوا هذا التنوع والنقاش كان فيه عندما جيت إلى تركيا كان فيه نقاش كثير في الشاشات وفي المؤتمرات مؤتمرات كثيرة كانوا الناس من يدافع عن حسن الحنفي الذي كان له أفكار جدا يعني غريبين عن العام كان يقول لا يوجد ولا ولا الله عز وجل بالذات هو يختلف بصفاته وبكونه يعني وفقا لسمعة لسمعة الناس يعني هم كيف يروا وفقا لنظرة الناس نعم يعني هذا يدخل كم هائل من النسبية نعم نسبية إلى الحقائق القائمة والراسخة بالذات النسبية دائما تريح العلمانيين العلمانيين الحقيقين يقول يقول العلمانيين الذين يتخذوا العلمانية كدين في من يتخذ العلمانية أن يكون الناس النسبية نسبية تكون في يعني طبعا بالشرط أن تكون لا تضغط على أحد ولا تجبر الناس أن يتبعوك لو لا يكون أي إجبار النسبية تريح يعني إجباري شيء معين على الناس الحرية تولد الأفضل صحيح لا ينبغي أن نخشى من الحرية نعم نحن نخشى من الكبت نعم الآن هذه النقاشات التي كانت تجري كانت تجري طوال فترة دراستك الباكالوريوس والماجستير ثم الدكتوراه نعم لأن الدكتوراه عن إيش كان موضوعها؟ الدكتوراه كانت عن تاريخ الحركة الفكر الإسلامي أو حركات الإسلامية على العموم بعد ما أسست الجمهورية في تركيا يعني من عند النورسي وجاي وإلغاء الخلافة إلغاء الخلافة ما كان تأثير إلغاء الخلافة في تنوع الحركة الإسلامية في تركيا في صعيد نورسي إسكليب لي عاطف خوجة محمد عاكف أرسوي الكاتب الناشيط التركي تعرفه محمد عاكف الشاعر محمد عاكف الشاعر الذي مضى حياته طول حياته بعد الجمهورية في مصر في قاهرة وإلغاء الحمد يازر إسكليب لي عاطف خوجة صعيد نورسي ومحمد عاكف أرسوي هذه الأربعة أولئي مفكرون أم أسسوا حركات إسلامية؟ واحد فقط نورسي أسس حركة والبقية كلهم كانوا مفكرون علماء كانوا علماء أو مفكرون لكن كان لهم تأثير في التيارات الحركية له تأثير كبير كانوا مدهس معلمين أنا أقول معلم الأول معمل الثاني كما يقول الأريستو هو المعلم الأول الأريستو هو المعلم الأول والفرابي الفلاتون هو المعلم الثاني الفلاتون هو المعلم الثاني نعم ومع الفرابي طبعا الفرابي في حركة الإسلامية في فكر الإسلامي في فلسفة الإسلام يمثل شيء نوع من المعلم الثاني أنا أقول المعلم الأول هو محمد عاكف أرسوي الذي عاش في أواخر دولة العثمانية وبعد انتقل لأهد الجمهورية بطريقة ما قلته؟ هذا الإلغاء الخلافة كانت تمثل لعدم جسد الأمة جسد أمة الإسلامية قصدك إعدام؟ ليس إعدام نوع من الإعدام ولكن بعدما ألغيت الخلافة المسلمون أصبحوا جسد بدون أعضاء أو أعضاء بدون جسد يعني كأنها بترت أعضاء جسد الأمة جسد بدون رأس لو جسد يكون بدون رأس كيف تفسره؟ جسد ميت جسد ميت أو يعني الأمة أصبحت بعدم الرأس وبعدم القيادة أصبح فراخ لتمثيل السياسي الإسلامي يعني أنت دراستك أرادت أن تسلط الضوء على ردود فعل المفكرين الإسلاميين الأترك على إلغاء الخلافة إلغاء الخلافة فأخذت هذه النماذج الأربعة وبعد من هذا النماذج انطلقت واجئت إلى تاريخ الحركة الإسلامية ولكن من وجهة نظر ثلاث كان له مثلث يعني الجسد والنص النص الديني أو نص الفكري والكملك يعني الهوية كيف الناس يعني يشكلوا ويفكروا يمثلوا هوياتهم وكيف الجسد السياسي الجسد اللي هو الجيو بوليتيكس نعم ليس الجو بوليتيكس يعني هو تأثير على وحدة الأمة كيف تجزات الجسد السياسي يعني على الأمة المسلمين لا بد أن يكونوا جسد سياسي ولكن الآن جسد السياسي معدوم لا يوجد جسد سياسي والفقه كثير من الفقه كان يمركز على الجسد السياسي لو لا يوجد جسد سياسي لا يوجد فقه فقه إسلام يعني كيف تطبق وتمارس الفقه الإسلام بدون جسد سياسي كثير من بعض الحدود ومن بعض القوانين الإسلامية الشريعة يؤسسوا على جسد السياسي لو لا يوجد جسد سياسي لا يوجد طبعا كيف ستطبقها أنا قلت الجسد كان فيه جسد في الخلافة الخليفة كان يمثل جسد الأمة وهذا الجسد كان يحمل على الجسد الشخصي الجسد الفردي كثير من المظاهرات يعني اللباس على سبيل المثال المظاهر كل الجسد السياسي أو فكرة السياسة تحتاج أن تمثل بمظهر على الفرد وهذا المثال على سبيل المثال بعدما ألغيت الخلافة جسد جديد على الأمة يعني ركز أو ركب حمل الجسد الجديد على الأمة الذي هو جسد لا يمثل الإسلام الجسد السياسي هو الذي نحن كفرت نتحمل الفكرة الجسد السياسي يعني كيف يعني عندما أسست الجمهورية كالدولة علمانية بدأت تسيطر على الجسد الفردي الجسد العلماني الجسد السياسي العلماني بدأ يعني يطلب يطلب المظاهرة في جسد الفردي بأي طريقة فرضت تغيير المظهر على الناس نعم من التربوش إلى كل شيء من التربوش إلى اللباخ كل شيء وماذا كان رد الفعل لهذا الشيء؟ عندما رأوا كانوا ينتقد الخلافة محمد عاكيف وإسكليب لأعطف خوجة المال لحمد يازر وصعيد نوزي كلهم كانوا قبل إغغاء الخلافة كانوا ينتقدوا الخلافة بأن هذا لا تمثل لأن وضعها لم يكن سوياً كانوا ينتقدوها بأنها لا تعمل دورها كما هو مطلوب ولكن عندما ألغيت وهذا ما كان المطلوب أن تلغى صدموا صدموا لأن طلبهم ما كان إلغاء الخلافة كان إصلاحها إصلاحها وبعدما ألغيت الخلافة رأوا في هذا الشيء وردوا عليها بأي طريقة بأربع طروق مختلف طريق الأول كان إسكليب لأطف خجار رفض أن يلبس التربوش وأعدم بهذا بسبب هذا وأعدم لهذا السبب طبعا أعدم بأنه رفض أن يلبس التربوش وقال من يلبسها هو كافر من يلبس هذا التربوش اللي هي الطاقية اللي هي استبدلوا بها التربوش نعم نعم يعني هو كان قبل الجمهورية كانوا يلبسون التربوش تربوش ثم بعد ذلك استبدلوا التربوش بالطاقية العادية التاقية من يلبس التاقية هو كأنه يقلد النصارى يقلد اليهود والنصارى ومن يقلدهم هم منهم يعني فأعدموه لذلك أعدموه لهذا طبعا اللهم الكبر أعدموه لذلك لأنهم ما عدموا له فقط يعني عدموا أهلاف ناس أعدموا بسبب هذا هذا الفرص لأنهم لم يتخلوا عن المظهر نعم لم يتخلوا عن المظهر المظهر هو شيء له دور دور كبير في تأسيس وفي تحقيق الكون الجسد السياسي لهذا كل السياسات يعني يطلبوا من يطلبوا من الفرص التظاهر يعني المظهر إذن هذا هذا هي الطريقة الأولى لهي الاحتجاج على تغيير المظهر وهذا أعدمه يعني فضأ حياته كله وجسده رفض أن يكون أن يحمل جسده مظاهر الجسد السياسي البديل البديل للإسلام أو البديل للخلافة لأنهم يقول أنا جسدي لا يحمل إلا مظاهر الله أنا جسدي هو مظاهر هنا في رمزية هي رمزية ليس المقصود ليس المقصود هذه القطعة من القماش وإنما المقصود هذا الانسلاخ في الهوية نعم والثاني كان محمد عاكي فارسوي الذي عندما شعر هذا الحياة في هذا الحال هو مستحيل أنا ما لي دور وما لي أي مجال وأي أي مكان في هذا في هذا الجسد يعني وهاجر من هنا ذهب إلى مصر ذهب إلى مصر ومضى حياته كله عمره الباقي في مصر إلا قبل قليل من وفاته عادلت تركيا وتوفى في تركيا توفى بعد شهر وشهرين عندما بعد ما عادلت تركيا أراد أن يدفن في تركيا في اسطنبول والآن مدفون في اسطنبول رحمه الله وهو رفض أن يلبس هذا اللباس الطاقية الطاقية ورفض أن يعيش في هذا البلد كانت مستحيل له أن يعيش في هذا البلد يعني اعتبرها كأنها احتلال يعني هو هاجر إلى الله هاجر إلى الله نعم والثالث هو محمد المال اللي محمد يزر له تفسير دين الحق ولسان الحق دين الحق ولسان القرآن حق ديني قرآن تفسير 900 جدلدات هو تفسير جدا عظيم يعني له يعني هو مختص في كثير في الفلسفة باللغة التركية باللغة التركية نعم للأسف لم يترجم نحن ترجمنا كل في تركيا نحن ترجمنا كل التفاسير والكتب من العرب إلى التركي ولكن أحيانا أحزن بأن كثير من الآثار من تركيا إلى العرب لا يترجم وهو أنا تأثرت كثير من هذا الكتاب يعني وهو عزل عزل نفسه يعني ظل في تركيا ولكن عزل نفسه عزل نفسه في مسكنه وبدأ يربي ورد أوراق في حديقته يزرع الورد يزرع الورد ويربي ويربي أطفال يعني كان يزوره بعد وله في رواية عنه الرجل الذي يربي أورات يعني زارع الورد زارع الورد نعم مزارع الورد في هذه الرواية يأتي إليه شاب صغير أو ولد صغير ويتعلم منه كثير من الأشياء عن حياته عن سيرته ذاته أو عن ما يريد أن يتعلم يعني في هذه الرواية هي رمزية يعني هذا الولد الطفل الجديد سيمثل الجيل الثاني في هذا في أحد الجمهورية الجيل الإسلامي الثاني ومن بعد الرابع هو محمد وسعيد نورسي سعيد نورسي سعيد نورسي مثل شيء طبعا تختلف عن الأربعة لم يهاجر ولم يعتزل إلى مسكني يعني لم ينعزل يعني ولم يعدم إلا أحيانا كان يزجن في بعض الأوقات أحيانا يزجن لفترات قصيرة وأحيانا كان يراقب ويعني يهاجر إلى بعض الأماكن ولكن كان عمل دوره بيربي طلاب وهو الوحيد الذي أنشأ جماعة وأنشأ جماعة نعم أنشأ جماعته وأنشأ كتب الذي كان يكتب اسمها رسالة النور طبعا أنا أختلف عن طريقته يعني أنا لا أوافق ما عمله لأنه أعطى نوع من القدسية لكتابه قال يعني هذا عندما الناس بدأوا ينتقدوا كتابه قال هذا لا تنتقدون يعني هو شيء يعني يلهم إليه لو لا يوحى إليه يعني يلهم إليه يعني لو تنتقدوه تنتقدو حاشاء الله عزيزي هو قال ذلك؟ طبعا دائما كان يقول هذا الرسالات الرسائل رسائل سعيد نورسي طبعا هذا شيء عمل دور كبير لتربيط الجيل عظيم في تركيا وكان له دور في أنه حافظ على الفكرة الإسلامية نوعا ما لا أقول على الفكرة الإسلامية كلها لأن في في أخطاء كبير أنا برأيي يعني في هذه الفكرة رأيتي جماعة قولن هم منه هم منه انطلقوا منه يعني فتح الله جولان بالذات وكان لكن ليس كل أتباعه منهم ضروري أن كل أتباع فتح الله جولان كانوا يقرؤوا ويدرسوا كتب سعيد نورسي ولكن بعد فترة وكان يبرر نفسه بأنه هو التابع لسعيد نورسي طبعا فتح الله طبعا فتح الله كان يبرر نفسه كان مرجعيته كان سعيد نورسي منذ البداية ولهذا كثير من الناس كان له تأثير كبير سعيد نورسي وكان له تبرير يعني قوة لل من يعني للشرعية أو للتبرير مصدر شرعية مرجعية يعني الناس كانوا يحترموا فتح الله جولان بأنه طالب سعيد نورسي رغم أنهم لم يراه أبدا يعني هو لم لم يعاصره لم يعاصره ولم يراه لم يقابله أبدا ولكن كان يقول تابعهم وفي البداية كان يقرأ ويدرس كتب سعيد نورسي وكان يحفظ كتب سعيد نورسي يعني يحفظ يحفظ الناس الناس كانوا يحفظ دراساته ولكن يعني فتح الله جولان كان له منذ البداية كان له نية كانت أن يعتزل عنهم يعني يعتزل عن ولكن بدون خلاف معهم بدون أي مسادمة هل هذا يعني أن هناك جماعة أخرى تتبع نورسي أيضا طبعا غير فتح الله طبعا ليس كل الجماعة كانت تابعة لفتح الله جولان بل يعني معظم الجماعة لم يعتبروا فتح الله جولان ومعظم الجماعة سعيد نورسي كانوا يهاجم فتح الله جولان بأنهم ينحرف عن طريقة سعيد نورسي بأنهم على سبيل المثال يجدد اللغة لأن سعيد نورسي كان يستخدم لغة عثمانية ولغة قديمة يعني الناس لا يفهمون ولكن يضع اللغة الفهرست أو القاموس قاموس يحتاجون القواميس من يحتاج القواميس كان يضع الكلمات ولكن فتح الله جولان كان يجدد الكلام فبسطت دعوة له وبعد ترك أقام خطابه من بدل خطاب سعيد نورسي كان يوعظ الوعظ كلهم يصبحوا الناس بدأوا يعني يستمعوا فتح الله جولان أكثر من كانوا يستمعوا سعيد نورسي أنا لا أجد في هذه نوع من انحراف عن الإسلام ولكن انحراف عن سعيد نورسي لأن كلاهما يعني دعني يقول التقديس الشخص في أي جماعة نحن كانت خاصيتنا وأن نكون بعيدين عن تقديس الأشخاص نحن لن نقدس في تركيا الحمد لله الحركات الطيار الإسلامي الموجود الآن يعني هو امتياز هو أن لا يقدس الأشخاص ولا يقدس ولا العلماء العلماء نحترمهم كثير نستفت منهم كثير ولكن لا نقدسهم ولا نقول لهم حصانة ولهم لا يخطأوا أبدا يعني يخطأوا كل الناس سوى الرسول عليه السلام كل الناس يخطأوا ولو الأصحاب يعني لهم أخطأ نحترمهم ولا نقصر عن الاحترام منهم ولكن وننتقدهم لو نحتاج ولكن لا نقول لهم معصومين عن الأخطاء في حركة سعيد نورسي في نوع من هذا التقديس ليس من حركة سعيد نورسي فقط في حركات السوفية للأسف منتشرين الآن في تركيا كثير في نوع من التقديس ولا ينتقدهم هي لها علاقة بالصوفية هي لها خلفية ما لا خلفية السوفية تختلف عن السوف تستخدم نفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس فكرة السوفية ولكن ما لا علاقة مع السوفية أنا متأكد لا يوجد سلسلة تراجع إلى أي مرجعية ولكن يستخدم نفس الأسلوب ونفس الخطاب الخطاب المعصومية للشيخ والمريد يكون مريد كأنه مريد أمام الغسال يعني بيد الغسال كأنه كالميت في يد مغسله أنا متأكد أننا سنعود إلى قضية فتح الله غولن فيما بعد لكن عندما يأتي وقتها الآن انتهى وقت هذه الحلقة ثم نستأنف الحديث في الحلقة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر